الحقيقة أن مشاكل الإدمان أو تعاطي المواد المخدرة بشكل عام أصبح مشكلة عالمية أو هي مشكلة بتتزايد جدا في العالم كله وطبعا إحنا دورنا في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة البرامج اللي ليه علاقة بالصحة وبنشر الوعي إنها تتكلم عن هذا الأمر أو عن كل الأمور اللي من شأنها تحسين جودة الحياة والتحذير من أي مشاكل ممكن الناس تتعرض له عشان كده أنا بوعد حضراتكم الحقيقة في الحلقة النهاردة أنكم هتسمعوا معلومات فعلا لأول مرة يعني مش المعلومات المعتادة أو بمعنى أدق كتير قوي مننا بيبقوا فاكرين أنه الإدمان هو المشاهد اللي بنشوفها بس في الأعمال الفنية يعني سواء السينمائية أو التلفزيونية لكن الحقيقة أن الموضوع مشكلة حقيقية ومشكلة كبيرة جدا دلوقتي هنتكلم عن أنواع الاضطرابات الناتجة عن تعاطي المواد المؤدية إلى الإدمان بكل ما يتبعه من مضاعفات خطيرة وفي مضاعفات غير الإدمان ده أنتوا لسه هتشوفوا دلوقتي أنواع الاضطرابات دي هي الاضطرابات الناتجة عن استخدام الكحول الاضطرابات الناتجة عن استخدام مشتقات الأفيون الاضطرابات الناتجة عن استخدام المهدئات والمنومات الاضطرابات الناتجة عن استخدام مشتقات الحشيش والاضطرابات الناتجة عن استخدام مادة الكوكاين والاضطرابات الناتجة عن استخدام المنبهات والمهلوسات والمذيبات المتبخرة والعقاقير نفسية الفاعلية والمشكلة في الإدمان أنه وبحسب الإحصائيات المرضية بيكون دايما فيه تعاطي لأكتر من نوع في نفس الوقت وده بيصعب مشاكل التعافي وأكيد بيخلي المضاعفات أسرع وأخطر طبعا التعرف على المواد المسببة للإدمان لازم يعتمد على أكبر عدد ممكن من مصادر المعلومات يعني عشان نعرف أن فيه مريض أو متعاطي بتعاطي حاجة بنعرف إزاي لازم مصادر متعددة لمعلومات وده ممكن يحصل إما عن طريق المعلومات اللي بيقولها المريض نفسه وده طبعا بيكون يعني هنا عنده رغبة كبيرة في أنه هو يعالج ويشفى أو عن طريق التحليل الطبي لعينات من البول أو الدم أو دلائل تانية زي وجود عينات من المواد المخدرة في ممتلكات المريض مثلا أو علامات وأعراض سريرية أو بناء على معلومات من أشخاص موثوقين وقريبين من المريض طيب هنمشي بقى كده بالترتيب المنطقي إيه هي أسباب الإدمان؟ أسباب الإدمان بتقسم إلى ثلاث أقسام العوامل البيولوجية والعوامل النفسية والعوامل الاجتماعية أولا العوامل البيولوجية أهمها العامل الوراثي تم ملاحظة أن الإدمان بيزيد في عائلات معينة ومن الأمثلة الكبيرة على كده حالات إدمان الكحول مثلا واللي بترتفع فيها فرص إصابة الأبناء بالإدمان إلى أربع مرات المعدل لأباء غير مدمنين يبقى إدمان الكحول ممكن ينتقل وراثيا يعني أو يكون فيه جين أو عامل وراسي خلوا بالكم موضوع ده لوحظ كمان أن في التوائم المتمثلة ممكن تزيد نسب الإدمان فيها إلى الضعف مقارنة بالتوائم غير المتمثلة وما زال التفسير النهائي للنقطة دي تحديدا غير واضح وإن كان بيدور في إطار انتقال الإدمان يعني والكلام هنا عن إدمان الكحول برضو إلى الطفل عن طريق مستقبلات مخية بتأثير صبغات وراسيه تاني حاجة في العوامل البيولوجية اللي ممكن تسبب الإدمان وجود ألم جثمانية شديدة تخلي بعض المرضى يلجأوا لطرق لتخفيف الألم بعيدا عن المتابعة الطبية الخاصة بعلاج حالتهم المرضي من العوامل البيولوجية برضو المسببة للإدمان إدمان الأم خلال الحمل لكن العوامل البيولوجية زي ما قلنا دي القسم الأول من الأسباب طيب القسم الثاني إيه بقى؟ تاني العوامل المسببة للإدمان هي العوامل النفسية والحقيقة أن دي هي اللي لها الجزء المهم بقى هي والقسم الثاني أشهر العوامل دي وجود أمراض نفسية زي الألأ والاكتئاب ومحاولة الشخص علاج نفسه يعني يبقى عنده مرض نفسي ويبقى عايز يتعالج بعيدا عن الزهاب للطبيب النفسي في ناس كتير قوي بتخاف يروحوا للطبيب النفسي بيخافوا يعني من نظرة المجتمع ونظرة المحيطين بيهم ليه وده طبعا أمر خاطئ تماما لأن تخصص الطب النفسي ده تخصص طبي زي وزي بقية التخصصات تخصص دقيق من الأسباب النفسية برضو وجود ضعف أو يعني ضعف في تكوين الشخصية من البداية يعني الشخصية من البداية كده في محطات كده من الضعف احنا عملين نضعف فيها على مر السنوات وزيادة الاعتمادية من الأسباب برضو ما يبقاش حد بيشيل مسئولية خالص السلوك المستمر الباحث عن اللزة أو الإجباع الفوري العناد والرغبة في إيجاد عدوان دائم ضد الزات فيما يعرف بالتحطيم الذاتي غير المباشر الإحباطات المتكررة أنا كل ده بكلم في الأسباب النفسية للإدمان الإحباطات المتكررة المرتبطة بغياب الأهداف القابلية للاستهواء بواسطة رفقاء السوق عشان كده بقول لكم دي أهم أسباب وأخيرا وده من أهم وأخطر الأسباب بقى على الإطلاق وجود أفكار خاطئة متعلقة بالإدمان زي إيه؟ أشهر الأمثلة يعني إن في ناس كتير قوي معتقدة إن الطاقة الجنسية بتزيد بسبب المخدرات مع إنه العكس تماما هو اللي بيحصل يعني الطاقة الجنسية بتضعف جدا وبتتلاشى عند مراحل الإدمان بتتلاشى عكس مناس كتير قوي فاكرة يعني فيه طبقات كتير جدا أو أنواع كتير جدا من متعاطي المواد المخدرة فاكرين إن الفكرة دي صح وناس حواليهم بيروجلوا منها صح وهي غير صح يعني غير صحيحة على الإطلاق لدرجة العكس هو اللي صح يعني دي نقطة مهمة قوي أما تالت العوامل المسببة للإدمان فهي العوامل الاجتماعية ودي كتير قوي على رأساة طبعا اضطراب الأسرة يعني بأشكاله المختلفة وعدم استقرار العلاقة بين الأفراد يعني أفراد الأسرة بعضهم وبعض بالإضافة لعوامل الاجتماعية تانية زي البطالة مثلا ترجمة نانسي قنقر